بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة السادسة وهي بعنوان تكوين شركات المساهمة الدرس الأول إجراءات تأسيس شركة المساهمة لتكوين شركة المساهمة يتقدم المؤسسين بطلب لوزارة التجارة لتأسيس شركة المساهمة ونعني بالمؤسسين هنا مجموعة من رجال العمال تتبلور لديهم فكرة تأسيس شركة المساهمة ويتقدمون بطلب لوزارة التجارة بتأسيس شركة المساهمة وفقا لنصوص نظام الشركات ويبين في طلب التأسيس كيفية الاكتتاء في رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون وعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل مؤسس وكما يرفق بالطلب صورة من عقد الشركة ونظامها الأساسي وقد يكتتب المؤسسون في جميع رأس مال الشركة وقد يكتتبون في جزء منه ويطرحون الباقي للاكتتاب العام وإذا تم طرح جزء من رأس مال الشركة الاكتتاب العام فإن دعوة الاكتتاب تنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ونشرة الاكتتاب توضح المعلومات الآتية معلومات عن المؤسسين أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم معلومات عن رأس مال الشركة رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام ومكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم وكل ما يخص رأس مال الشركة معلومات عن الشركة اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وكذلك معلومات عن طرق توزيع الأرباح في الشركة وكذلك معلومات عن الاكتتاب كل هذا لا بد أن يوجد في نشرة الاكتتاب ونجد أن نظام الشركات بيّن أن الاكتتاب يظل مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن تزعين يوماً وكذلك أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا تم الاكتتاب في كل رأس مال الشركة ولا يجوز أن يقل قسط الاكتتاب المطلوب عن 25% من القيمة الإسمية للأسهم المكتتب فيها وبعد استلام القسط المطلوب بعد دعوة الاكتتاب واستلام القسط المطلوب تعقد جمعية تأسيسية للمستاهمين وهذه الجمعية تقوم بعدد من الأمور منها التحقق من الاكتتاب في رأس المال لا بد أن يتم التحقق من أنه تم الاكتتاب في جميع رأس المال وتم الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وكذلك هذه الجمعية العومية تقوم بوضع النصوص النهائية للنظام الأساسي للشركة وكذلك تقوم بتعين أول أعضاء مجلس إدارة وأول مراقب للحسابات إذا لم يتم هذا في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي وكذلك هذه الجمعية تقوم بالمداولة في تقرير المساهمين ويقوم المؤسسون خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية بتقديم طلب لوزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة ويرفق بهذا الطلب الوثائق التالية يعني بعد قيام الجمعية العمومية للمساهمين أول جمعية عمومية للمساهمين وبعد 15 يوم من هذا التاريخ انتهاء الجمعية العمومية يتقدم المؤسسون بطلب لوزير التجارة لإعلان تأسيس الشركة وهذا الطلب يكون مشفوعا بالوثائق التالية اقرار بحصول الاكتتام في رأس المال ومحضر اجتماع الجمعية التأسيسية ونظام الشركة الذي أقرته وقرارات الجمعية التأسيسية بشأن تقرير المؤسسين وتقييم الحصص العينية والمزايد الخاصة وتعيين مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وما إلى ذلك وعندما يصدر قرار تأسيس الشركة تنتقل جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحميلها بمصاريف التأسيس التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس ثم بعد ذلك تسجل الشركة في سجلات الشركات والسجل التجاري